بسم الله الرحمن الرحيم اجتمعت اليوم اللجنة المالية بأعضاءها لمناقشة العديد من البنود والمواضيع المدرجة على جدوى الأعمال من ضمن الأولويات البند الأول كان مشروع قانون بتعديل حكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 69 في شأن الخدمة المدنية اللي هو البديل الاستراتيجي دخلنا في النقاش مع ديوان الخدمة المدنية وبصراحة يعني أوضح ديوان الخدمة المدنية الكثير من النقاط عن طريق بريزنتيشن وهما مسوينها وتوصيات قدموها بشأن توحيد سلم الوظائف الفنية مشكلتنا أن هذا الموضوع أخذ وقت أكثر من اللازم نتيجة خلافات كبيرة بين جهات مختلفة قطاع النفطي رافض توحيد سلم الرواتب فيما يخص بعض المهن القطاع الحرس الوطني رافض فيما يخص بعض المهن مهندس المدني اللي يتعين وزارة الشغال غير مهندس مدني يتعين في الحرس الوطني أو القطاع النفطي وهكذا لكن كون وزير المالية وهو الرئيس الأعلى أو رئيس مجلس الإدارة لمجلس الخدمة المدنية قد عين طرف ثالث شركة سبق أني أنا قدمت فيها سؤال برلماني أستفسر عن وضعها وميني إيه هي كون أن أحد الأطراف الشريكة في هذه الشركة اللي تم إنشاؤها من قبل الهيئة العامة للاستثمار أوليفر ويمن هم طرف وهما مستشارين وزير المالية ديوان الخدمة سبق مقدم تقرير أنا شخصيا عشان ما هاجم ولا أبول لكن اللي عرفه أن ديوان الخدمة المدنية قطع شوط طويل في موضوع البديل الاستراتيجي من أيام ما كان يسوي توصيف وظيفي وهذه كانت أنا حنتي عليهم أنه طلعو أي مجلس الأمة ويشكل لجنة الموارد البشرية اللي استلمت موضوع البديل الاستراتيجي واقطعت فيه شوط وصلنا إلى تركيبة تم التوافق عليهم قبل جهات وجود طرف ثالث اللي هي الشركة هذه اسمها الشركة الثلاثية للاستشارات هذه الشركة مكونة من رئيس هيئة شراكة من الشركة اللي مسوي لها وزير المالية outsource اللي هي أوليفر ويمن وشخص كان يدير شركة تتعلق بالتخصيص لتاريخ طويل ما رح تكلم عنه إيوني يسوون بديل استراتيجي بالرد برثاني المربع الأول تدرون شلون أنا أقول لكم شوفوا شو مسوين عقوب ما قطعنا كل هالأشواط كل هالأسنين وموجهين خطاب لوزير المالية يقولون عطفا على اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية القديم اللي انعقت في يناير 2015 ممكن توافونا بالبيانات التالية الجدول الزمني الانتهاء من قرار البديل استراتيجي جدول يتضمن المجاميع الوظيفية التشريعات المطلوبة والمتعلقة بالبديل استراتيجي البدلات المقررة وكفية حسابها عدد الوظائف التي سيتم زيادة رواتبها ونسبة الموظفين اللي سيتم رفع رواتبهم متوسط زيادة الراتب ومعدل زيادة إجمالا عدد الوظائف التي سيتم تثبيت رواتبها ونسبة الموظفين الذين سيتم تثبيت رواتبهم جدول الرواتب الجديد ومقابلاته مع الجدول الحالي ما تبون هدومنا بعد احكي لهذا طالبين الهومورك كامل وتاخذون فلوسكم وانا طبعا موجه سؤال كاهو الى معالي الوزير رد علي منهم هذه الشركة اللي علي اساس دخلتوها لتصميم بديل استراتيجي وحنا قاطعين الشوط واذا تبتقول لي بيساهمون في التطبيق انا ما بيهم انا ما بي طرف ثالث اجنبي ما يعرف شنو انا احتياجاتي ويحطها بناء على هومورك اللي مسوينا شبابنا وعيالنا وبناتنا في ديوان الخدمة المدنية مهما انتقدت ديوان الخدمة المدنية مهما قلت من ضعفي لكن ما يعني اقلل من شأن وجهد ابنائنا وبناتنا عشان تيب لي طرف ثالث لذلك قررنا في اللجنة استدعاء الطرف الثالث الشركة اسمع منهم وجهة النظر ويصير خير هذا بالنسبة لبند البديل استراتيجي البند الثاني استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطول الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عددها اربعة يات الوزيرة اليوم الوزيرة اليوم يايم عصبة ما ادريش فيها المهم تم الاستفسار منها من قبل اعضاء مجلس لجنة المالية سألناها عن تعينات مجلس الادارة الاخير سألناها عن تعيين الرئيس التنفيذي مع وجود شبهات قانونية سألنا طبعا تم الرد ان هذا الامر مؤقت الى حين الاعلان عن رئيس تنفيذي جديد من باب الشفافية اقول لكم يقولون بعد ثلاث تشر بيعينون رئيس انا عندي تحفظ على مجلس الادارة الحالي اصلا اللي تم تعيينه واختياراته هل هم لانهم من تيار سياسي معين تيار ديني سلاش سياسي معين ولا شنو تبعيتهم حدسي يقول لي وحدسي عادة لا يخطئ ان نصهم من تيار سياسي ديني نشوف من زين قالت الكويتية استعرضنا معاها المقترحات الاربعة المقدمة من النواب قالت ان الحكومة توجهها حاليا الى احد المقترحات المقترح الثالث اللي هو تخصيص الاسهم بنسبة 51% للجهات الحكومية 44% للاكتتاب العام نسبة 3% للعاملين الكويتين الموجودين بالشركة لكن عندهم بعض التحفظات او بعض بعض الاضافات و بعض التعديلات وطلبوا اسبوعين لذلك تم تأجيل اجتماعنا حتى 21-5 لتقديم الحكومة لملاحظاتها عشان ننهي هذا الموضوع البند الثالث مناقشة مشروع قانون بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاجتماعية وبصراحة هذا قديم يعني من من سنة 2006 2006 كانت الفكرة منه انشاء صندوق كويتي يعني بالأسرة بالمعاقين بالقوى العاملة وجهة النظر كانت من قبل الاخوان في اللجنة المالية ان هناك فعلا مجلسة على الأسرة في هيئة عامة للمعاقين في هيئة للقوى العاملة وصارت يعني واضحة ولها معالم وتم دمجها مع البرنامج الدأل تشاهدوا لإلى الله شاسم برنامج الثاني فوزي المجدلي عادة هيكلة القوى العاملة فبذلك ارتعينا ان يتم سحبه من قبل الحكومة كمشروع قانون الخاص به هذا باختصار كل المواضيع اللي تم نقاشها اليوم أي سؤال شكرا موسيقى اشتركوا في القناة